لتوضيح ربط توقعات ليلى عبداللطيف بالأحداث الحالية 1- سوريا تتنبأ ليلى عبداللطيف بحل سياسي شامل في سوريا في 2025 مع عودة النازحين في الواقع هناك جهود دبلوماسية جارية بين دول المنطقة مثل الإمارات والسعودية لاستئناف العلاقات مع سوريا مما يعكس توقعات ليلى حول عودة العلاقات الدبلوماسية والمصالح الإقليمية العراق توقعت بروزة شخصية عراقية جديدة وقيادية مع دعم سعودي وخليجي هذا التوقع يتماشى مع التطورات السياسية الأخيرة حيث تحاول الدول الخليجية تعزيز نفوذها في العراق لدعمه في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية ثالثا فلسطين وإسرائيل تتوقع ليلى عبداللطيف حدوث تصعيد كبير في الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل هذا التوقع يتناسب مع الأحداث الجارية منذ حرب غزة الأخيرة مع ازدياد التوترات بين الجانبين واحتمالات اندلاع جولة جديدة من الصراع التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية توقعت ليلى كارثة طبيعية قد تؤثر على مناطق في البحر المتوسط مثل تونس والمغرب وإسبانيا وهو ما يتماشى مع التقارير العلمية التي تشير إلى احتمالية تزايد الكوارث الطبيعية نتيجة التغير المناخي الاقتصاد العالمي توقعت انهيار بنوك وفضائح مالية وهو ما يواكب الأزمات المالية التي تمر بها بعض البنوك العالمية في الفترة الحالية بسبب تداعيات جائحة كورونا والحروب التجارية ربط التوقعات بالأحداث يعزز من مصداقية توقعاتها في نظر المتابعين ويجعل تلك التنبؤات مثيرة للاهتمام في ظل الأحداث الجارية على الساحة الدولية حسناً بناء على ما ذكرته ليلة عبداللطيف في توقعاتها حول الأحداث الحالية والتطورات المحتملة يمكن ربط العديد من تلك التوقعات مع الوقائع التي نعيشها اليوم الأوضاع في سوريا نرى تزايد الحديث عن جهود دولية لحل الأزمة السورية خصوصاً مع مشاركة بعض الدول العربية مثل السعودية في المبادرات الدبلوماسية ومع زيادة الانفتاح الدبلوماسي في المنطقة تتفق هذه التوقعات مع التطورات السياسية الجارية في سوريا تصريحات بشار الأسد الأخيرة حول الرغبة في استعادة القرار الوطني ومشاريع إعادة الإعمار والعودة المحتملة للاجئين تشير أيضاً إلى أن هذا المسار قد يتحقق في السنوات المقبلة الأزمة العراقية بالنسبة للعراق نلاحظ تزايد التحركات السياسية الداخلية لإيجاد حلول للوضع السياسي والأمني بالإضافة إلى ذلك عودة السيد مقتدى الصدر إلى الواجهة السياسية يمكن أن يعزز الدور الذي توقعت ليلى أن يلعبه في العراق فيما يخص بروز شخصية قيادية جديدة هذا يمكن أن يكون جزءاً من الديناميكيات الداخلية التي تتعلق بالإصلاح السياسي التوترات في المنطقة توقعت ليلى أن تشهد المنطقة المزيد من التصعيدات العسكرية وبالفعل نشهد تزايد التوترات بين إيران وإسرائيل على خلفية برنامج إيران النووي وتحركاتها العسكرية في سوريا هذا بالإضافة إلى تحذيرات المجتمع الدولي من احتمال اندلاع حرب شاملة في المنطقة يتطابق مع التوقعات حول اشتداد التصعيدات بين القوى الإقليمية الوضع الفلسطيني الأوضاع في فلسطين شهدت بالفعل تصاعداً في التوترات في غزة والضفة الغربية مع استمرار الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين فإن احتمالية اندلاع حرب جديدة كما توقعت ليلى قد تكون واردة بناء على التوترات الحالية الكوارث الطبيعية بالنسبة للكوارث الطبيعية شهد العالم في السنوات الأخيرة زيادة في شدة الكوارث البيئية بسبب التغيرات المناخية مثل الفيضانات والجفاف والحرائق توقعات ليلى عن تعرض مناطق في أوروبا والعالم العربي لكوارث طبيعية قوية قد تتفق مع التوقعات العلمية حول زيادة حدوث هذه الظواهر بسبب التغير المناخي العلاقات السعودية الإيرانية بالفعل شهدنا مؤخرا تقاربا بين السعودية وإيران بوساطة الصين وهو تطور كبير قد يؤدي إلى تهديئة النزاعات الإقليمية في المستقبل القريب يمكن أن تساهم هذه الخطوة في استقرار المنطقة كما أشارت ليلى في توقعاتها ختاما نرى أن العديد من توقعات ليلى عبداللطيف قد بدأت تتبلور في الأحداث الجارية على الساحة السياسية والاقتصادية والبيئية نستطيع أن نستكمل الربط بين توقعات ليلى عبداللطيف والأحداث الجارية بناء على عدة محاور مهمة السابع الاقتصاد العالمي والأزمات الاقتصادية توقعت ليلى عبداللطيف أن يشهد العالم أزمة اقتصادية كبرى تشمل دولا كبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا وفي الواقع تشير الكثير من التحليلات الاقتصادية إلى أن العالم يشهد تضخما مرتفعا وتقلبات في الأسواق المالية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الأزمات المتتابعة مثل الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا أثرت بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بالتالي فإن توقعاتها بانهيار اقتصادي أو اضطرابات مالية تتماشى مع هذه التطورات المتوقعة ثانين الأوضاع في الخليج العربي بالنسبة لدول الخليج توقعت ليلى أن تستمر الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والمشاريع الكبرى هذا يتماشى مع ما نشهده في الإمارات والسعودية من نمو سريع في مشاريع البنية التحتية والسياحة مثل رؤية 3030 في السعودية وإكسبو 2020 في دبي الذي نجح في تعزيز مكانة المنطقة اقتصاديا كما أن السعودية تعمل على مشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم وهذا يعزز دورها كقوة اقتصادية إقليمية الصراع النووي توقعات ليلى حول احتمالية اندلاع حرب نووية أو استخدام أسلحة دمار شامل قد تبدو متطرفة لكن في الواقع نجد أن التوترات بين إيران وإسرائيل بشأن برنامج إيران النووي والتوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول الأسلحة النووية هي أمور حقيقية على الساحة الدولية مع ذلك فإن المجتمع الدولي يعمل بجد على منع تصعيد الأمور إلى مستوى الصراع النووي التوقعات الروحية والدينية أشارت ليلى إلى أن العالم قد يشهد المزيد من الظواهر الروحية والدينية وأن البشرية قد تتوجه بشكل أكبر نحو الدين والتقوى في ظل الأزمات في ظل الأزمات العالمية مثل الجائحة والحروب والتغيرات المناخية نرى بالفعل تحولا في توجه بعض الناس نحو الروحانية والدين بحثا عن الطمأنينة في عالم مضطرب كثيرون يبحثون عن إجابات روحية لأزمات الحياة الحديثة فيما يخص الشرق الأوسط توقعت ليلة تغييرات سياسية كبيرة في دول مثل لبنان وسوريا والعراق وقد شهدنا بالفعل في لبنان اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية متواصلة وتدخلات خارجية عديدة مما يتماشى مع توقعاتها حول تغير الوضع السياسي في البلد كذلك التطورات في العراق تشير إلى أن البلد لا يزال يمر بتحولات كبيرة على المستوى السياسي والأمني في الختام تبدو توقعات ليلة عبداللطيف لعام 2024 إلى 2025 مرتبطة بشكل كبير بالأحداث الراهنة سواء على مستوى التوترات الجيوسياسية أو الأزمات الاقتصادية لنستكمل تحليل توقعات ليلة عبداللطيف لعام 2024 و2025 بشكل أكثر تفصيلاً وربطها بالأحداث الجارية على عدة مستويات 12- التوترات في منطقة الشرق الأوسط سوريا ولبنان والعراق توقعت ليلة عبداللطيف حدوث تغييرات كبيرة في سوريا ولبنان والعراق لبنان يشهد لبنان أزمات سياسية واقتصادية غير مسبوقة منذ سنوات مع عدم استقرار سياسي شلال حكومي وتضخم مرتفع التوقعات التي أشرت إلى تغييرات كبرى في الساحة السياسية قد تتعلق بالضغوط الخارجية المتزايدة سواء من القوى الإقليمية أو الدولية مع واحتمالات إعادة تشكيل التحالفات الداخلية أو حتى تغييرات جذرية في القيادات السياسية هذا يتماشى مع المشهد الحالي حيث تظهر تحركات شعبية ترفض الفساد وتطالب بإصلاحات سوريا استقرار الأوضاع في سوريا بعد سنوات من الحرب الأهلية لا يزال هشاً بالرغم من استعادة الحكومة السورية السيطرة على أغلب الأراضي فإن التوترات الإقليمية والضغوط الدولية ما زالت مستمرة خاصة مع وجود قوى أجنبية مثل روسيا وإيران توقعات ليلة بتغيير محتمل في المشهد السوري قد تشير إلى إعادة رسم الخريطة السياسية أو تفاقم النزاعات الداخلية والخارجية العراق العراق يمر بفترة من التحولات الكبيرة بعد التخلص من تنظيم داعش لكنه لا يزال يعاني من اضطرابات سياسية وأمنية مستمرة بالإضافة إلى الصراع على السلطة بين الفصائل المختلفة التوقعات قد تشير إلى تغييرات قادمة في الحكومة العراقية أو ربما اشتباكات جديدة بين الأطراف السياسية الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد بالإضافة إلى النفوذ الإيراني قد تؤدي إلى احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات وهو ما يمكن أن يتوافق مع التوقعات بحدوث تغييرات كبيرة الثالث عشر إيران والصراع النووي إحدى أهم التوقعات التي ركزت عليها ليلة عبداللطيف هي احتمالية وقوع صراع نووي أو تصعيد عسكري يشمل أسلحة الدمار الشامل التوتر بين إيران وإسرائيل التوترات الحالية بين إيران وإسرائيل بسبب البرنامج النووي الإيراني مستمرة منذ سنوات إسرائيل تهدد مراراً باتخاذ خطوات عسكرية لوقف تقدم إيران نحو الحصول على سلاح نووي وهو ما يزيد من احتمالات حدوث صراع عسكري بين الطرفين مؤخراً تواردت أخبار عن تحذيرات روسيا لإسرائيل بشأن استهداف إيران مما يشير إلى تصعيد محتمل قد يشمل تدخل قوى عظمى هذه السيناريوهات قد تكون هي محور التوقعات حول حرب نووية أو تصعيد خطير في المنطقة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يتزايد كذلك حيث تستمر العقوبات الاقتصادية على إيران والتوترات في الخليج العربي مما يزيد من احتمالية حدوث تصعيد عسكري إذا ما زاد الضغط على إيران فقد ترد باستخدام أسلحة غير تقليدية مما قد يؤدي إلى نشوب نزاع واسع النطاق أشارت ليلى عبداللطيف إلى أن أوروبا قد تواجه تحديات كبيرة لا سيما في قطاع الطاقة أزمة الطاقة في أوروبا الحرب الروسية الأوكرانية تؤثرت بشدة على إمدادات الطاقة في أوروبا حيث توقفت العديد من الدول الأوروبية عن استيراد الغاز الروسي مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة ونقص في الإمدادات ومع اقتراب فصل الشتاء قد تواجه أوروبا أزمة طاقة أكبر حيث تحاول الحكومات إيجاد حلول بديلة لتوفير التدفئة والكهرباء هذه الأزمة تتوافق مع التوقعات بأن القارة الأوروبية قد تواجه تحديات اقتصادية خطيرة التضخم والركود بالإضافة إلى أزمة الطاقة تواجه أوروبا تضخما مرتفعا وتحديات اقتصادية نتيجة الأزمات المتتالية كثير من الاقتصاديين يحذرون من ركود اقتصادي محتمل في بعض دول الاتحاد الأوروبي وهو ما يتماشى مع توقعات ليلى بأن العالم قد يشهد انهيارا اقتصاديا أو اضطرابات مالية كبيرة خمس عشرة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية توقعت ليلى عبداللطيف أن العالم سيشهد كوارث طبيعية وتغيرات مناخية غير مسبوقة في السنوات المقبلة التغيرات المناخية التغير المناخي بات واقعا لا يمكن إنكاره حيث شهد العالم في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وحرائق غابات وفيضانات وأعاصير هذه الظواهر الطبيعية بدأت تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس وتزيد من الضغوط الاقتصادية والسياسية التوقعات تشير إلى أن هذه الكوارث ستتفاقم وهو ما يعزز المخاوف من أن العالم قد يشهد المزيد من الأزمات الإنسانية نتيجة للتغير المناخي الكوارث الطبيعية في ظل التوقعات بحدوث زلازل وأعاصير شديدة نرى أن مناطق مثل جنوب آسيا والولايات المتحدة الأمريكية معرضة بشكل خاص لهذه الكوارث تحذيرات الخبراء من تزايد وتيرة الكوارث الطبيعية تؤكد صحة هذه التوقعات السادسة عشرة التكنولوجيا والتحول الرقمي توقعت ليلة عبداللطيف أن يشهد العالم تقدما هائلا في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي